اه الرؤية الشرعية الرؤية يعني وانه يبقى في حد عليه جنه وتطلعه وانه انت تقدر انا عجبني ان انت بتعامل مع الجن عادي يعني زي اه ده انت جيتي يا مليكة الجن اهلا وزي احنا دايما كنا متعودين ايه ايه ده انت جيتي النهاردة انت بتعملي كده يعني انت هتعاملك مع الجن زي جبنا البراميل كده في الشيء الطبيعي يعني قول لي قدرت توصل للقناعة دي زي اكمل برضو ايه البداية برضو عشان كان نفس طبعا يكونوا موجودين معايا الاخوي وصديقي المخرج الكبير وستاذ احمد سمير فرج لان احمد جزء كبير قوي من الحكاية هو مش هقول عايشة هو عشان انا و احمد قريبين من بعض قوي افكارنا كده يعني شوية في الحتة دي المؤلف امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري من الناس اللي تعبد جدا في الحكاية دي قوي فالجزء الاولاني ما انا بقول لك التالي بتقول هو صابر حتى لما تعامل مع الشيطان هو الولد ده من صغره في الجزء الاولاني صاحب شرقين يعني لا ابو كان هو طفل صغير كان بيفتح عليه المندل وده بيحصل بيفتح عليه وبيحضر بيه في الوقت من كتر التحضرات خلاص عادي انتي جيتي جنة هو الولد بعنده هبة كده من عند الله فدي افلها في اخر الجزء الاولاني افلها خلاص وانا ده كان بداية حكايتنا في الجزء التاني اللي هو يبقى فيه اصل هو الولد لما خرج من الموضوع ده حرق الكتب وحرق خدامه حرق عمل حرب ده في عالم البنادمين بتاعنا لما واحد يروح يقصر لواحد محله ولا مش عارف يعمل او خناقة فيه انتقام يرجع والمساسر كله عن انتقام الجن من صبر هو ده اللي حاصل هو معرفش غير بالرؤيات اللي حصلت تريد فكرة احمد سمير في الرؤية الاولانية الحلم اللي هو صحي من نوم شايف بيرمخه قدام القطر راح قبل امه عند المقاب تقول لنا شفت نفس الحلم فيه خضة في الاول كده فكل الدنيا فعارف ان فيه ايه الشغل هيحصل عليه وحصلت في اول حلقة انقاب المليكة جوه المكان فهو الخضة طبعا خلاص اول خضة جات له بعد كده خلاص هو طول الوقت كان خايف هو مش بيكلمه اللي هو اتعايز ايه لا ده كنت طول الوقت هو مش عارف يوصل لها بس احمده انت مفيش حد عد قدامك طلعه الا بيشتغل حتى رحاب فيها حتة يعني يعني يمكن جميلة هي اللي غلبانة ما كانش عندها قوي يعني بس المسلسل كله انا رأيي ان الوحيد اللي ما كانش ملبوس هو احمد سامير فرج هنموخلك بس هنقول لحاكي كله لكن لكن هو حتة اللي احنا كنا بنتكلم فيه حوالينا اصلا قصة احنا عشان من الناس متعيشش في قلق وهسس لا اصلا ده عالم وده عالم لكن احنا فيه فيه شيطين الانس دي اوسخ بالجن يا سيدي فيه شيطين الانس طبعا ده ده يعني الشيطان الجن لما تقول عوزوا بالله مش طراشين بيمشي عوزوا بالله مش طراشين مشي خلاص لكن لو واحد مركز عايز يضيعلك حياتك بنا قدم هيت ليه ظهر في حياتك طب انت انا شفتك وانت مسكت احمد عبدالعزيز والرقية والحاجة انت روحت زكري شفت الكلام ده قريته خفت اللي انا قاعد مع الناس دي بصراحة انا يعني انا ما عنديش مشكلة ان انا قاعد معي يعني مع الناس دي بس انا خفت اقعد بصراحة بقيت اشوف ايه بقيت اعمل مخزون بصري اكتر من من ممكن ترينا اتفرج على يوتيوب على حاجات فيه حاجات طبعا انا باعتبارها كلها اونطة وفيه ناس بجد حقيقية بينها وبسمع الرقيات اللي هي بجد من المشايخ اللي هي اللي بتقرأ تمام جدا فبسمع وبشوف الرقية التمام وبشوف الرقية الشرعية اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام انا هزني جدا المشهد اللي مع احمد عبدالعزيز على الفكر طبعا تحية احمد عبدالعزيز وكمال أبورية وخالد سرحان ويعني اسامي كلها الله ما صال على النبي انت كنتوا محظوظين انه معمولة فيش محترم خلان شوف طبعا